تماماً كما تبدو من بعيد ركام أبنية لكنها ليست مهجورة تسكنها أحلام هؤلاء الصغار وتكسر وحشتها أصواتهم في العراء ووسط جدران لم تكتمل حتى يحضر يومياً نحو 220 طفلاً للدراسة الشريجة شمال غربي محافظة لاحج موقع هذه المدرسة المفترضة بعدما أوصلت ميليشيا الحوثي الحرب إليها وتمركزت في الجبال والقرى السكانية المجاورة لها بسبب قذائف الحوثيين وحقول ألغامهم أصبحت هذه المدرسة الفرصة الوحيدة أمام أطفال حرموا من حقهم في التعليم بين نازحين من مناطق متفرقة وآخرين لم يستطعوا الذهاب لمدارسهم بسبب الألغام خاصة مع حالات إصابة بلغة خلفتها قبل أشهر اضطريت إلى أن أغطي بعض الفصول نظراً لأن بعض المعلمين كانوا غايبين معهم إصابات اصطاب أحد بني أخوانهم في لغم أرضي بجوار المدرسة فاضطرت إلى تغطية بدلاً منه الأحد البسطة الباقي سليمان اصطاب ابن أخوه في لغم فما أدى إلى كسر رجله وإصابة بنت أخوه في شضاياً ما أدت إلى رياح ثنتين فقرات من عمود الفقري يفتقر الطلاب هنا لكل شيء من مقومات التعليم لا كادر تعليمي ولا فصول ولا كتب ومع هذا لا يلتفت لهم أحد وتعجز السلطة المحلية ووزارة التربية والتعليم أمام مطالبهم البسيطة ما يدفع المعلمين هو شعورهم بالمسؤولية تجاه جيل لا يكترث لأمر مستقبلهم أحد في حين لا يملك هؤلاء ومليوني طفل آخرين سوى الأمل في بلد وصفته تقارير دولية بأنه جحيم مقيم لأطفاله